بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أب القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين مما جاء في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفه اللهم اجعل غناية في نفسي غنى النفس لو أن إنسانا صارت نفسه غنية امتلك غنى في نفسه ما مد يده إلى غير الله عز وجل وما تطلع طامعا إلى ما عند الآخرين وهذا غنى النفس لا يرتبط بالفقر المادي لا قد يكون إنسان مليارديرا ومع ذلك هو فقير في نفسه يطمع في كوخ إلى جانبه وهو يمتلك القصور ويطمع في زوجة عند شاب وهو يمتلك من الأموال ما يستطيع أن يأتي بأمثالها وأضعافها النفس عندما تكون صغيرة ضيقة فقيرة يبدأ الإنسان يمد عينه هنا وهناك يريد أثاث غيره وبيت غيره ووظيفة غيره وزوجة غيره ومنصب غيره وسيارة غيره ومن هنا يتكون الحسد هذا هو من مناشئ الحسد الذي يطمع فيه الإنسان أحيانا أن يزول خير غيره ونعمة غيره لكي تأتي إليه أما غني النفس لا يحركه شيء مائدة طويلة عريضة تعرض عليه وعنده خبز وجب يقول الحمد لله رب العالمين هذا يشبعني وذاك يتخمني لا يمد عينه هذا هو عين الزهد أن لا يرجو ما ليس عنده مما هو عند الآخرين اللهم اجعل غناية في نفسي لأن أي غنى آخر من الممكن أن يزول أما غنى النفس والاكتفاء والقناعة والرضا بما قسم الله عز وجل لهذا الإنسان وعدم القفز هنا وهناك تمنياً ورغبةً وصطوةً وسيطرةً هذا هو هذه هي النفس الكبيرة العظيمة يدعو الإمام الحسين عليه السلام ويعلمنا أن ندعو ربنا أن يكون غنانا ليس برصيدنا غنانا ليس في جيبنا غنانا ليس في حسابنا وإنما غنانا هو في أنفسنا وآنئذ إن كان رصيدي أعلى الأرصدة أو كان أدنى الأرصدة لن يختلف الحال بالنسبة لغني النفس في شيء وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين